أكدت أنها لن تدعم إلغاء حظر تصدير السلاح من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا الذي تسعى إليه بريطانيا وفرنسا لتزويد المجموعات المسلحة بالأسلحة وقال بوريس جانديل المتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية سلوفاكية في براغ إن الجمهورية السلوفاكية تؤيد إعطاء الأولوية للحل السلمي للأزمة في سوريا عن طريق الحوار والمفاوضات حيث يوجد مجال كبير لقيام الأمم المتحدة بدور في هذا المجال وكانت النمسا أعلنت عن موقف مماثل أمس الأول فيما سبق لرئيس الحكومة التشيكية بيتر نيتشاس أن أعلن أن حكومته لن تؤيد رفع هذا الحظر في العراق زعماء القبائل والعجل